السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم طلاب الصف الرابع بدرس جديد بعنوان النفط لقد تحدثنا في درس الموارد الطبيعية عن استيراد الأردن لموارد من الدول الخارجية ومن هذه الموارد التي يستوردها الأردن من الدول الخارجية النفط إذن يعد النفط من الموارد الطبيعية ويستخدمه الناس في جميع بلدان العالم لإنتاج الطاقة إذن يستخدم النفط لإنتاج الطاقة ولكن كيف يتكون هذا النفط وما هو أصله؟ فلننظر عزيزي الطالب إلى كتاب الطالب صفحة 58 للتعرف على مراحل تكون النفط بداية توجد كائنات حية دقيقة ماتت هذه الكائنات الحية الدقيقة ودفنت في قاع هذا البحر وبعد موت كائنات الحية الدقيقة تتراكم فوقها طبقات من الرسوبيات والرسوبيات هي عبارة عن فتاة الصخور التي تحمله الماء وهي تجري إلى أن تصل إلى البحر وبعد تراكم هذه الطبقات من الرسوبيات وزيادة سماكتها لهذه الطبقات تتولد ضغط وحرارة شديد ومع مرور الوقت تتحول بقايا تلك الكائنات البحرية الدقيقة إلى مادة النفط إذن يتكون عند النفط بأربع مراحل بداية مراحل تكون النفط بقايا كائنات حية دقيقة ماتت ودفنت في القاع اثنان اثنان تراكم طبقات من الرسوبيات فوق بقايا الكائنات الحية ثلاث تولد ضغط وحرارة شديدين بسبب تراكم الرسوبيات رابعا تحول بقايا تلك الكائنات الحية إلى مادة النفط هكذا ينتج ويتكون النفط إذن أصل النفط بقايا كائنات بحرية دقيقة هذا هو أصل النفط وما هو النفط النفط عبارة عن سائل أسود لذج له رائحة كريهة إذن ما هو النفط النفط هو سائل أسود لذج له رائحة كريهة ولكن عزيزي الطالب تحدثنا سابقا أن النفط يستخدم لإنتاج الطاقة ولكن لا نستخدم النفط بشكل مباشر وإنما نستخدمه بعد حدوث له عمليات فصل وتكرار والمواد التي تنتج من عمليات فصله وتكراره نسميها بمشتقات النفط إذن من الأمثلة على مشتقات النفط الكاز الغاز البنزين السلر وهناك أيضا مشتقات أخرى هذه مشتقات النفط ما هي استخدامات النفط ومشتقاته بداية عندما نذكر الكاز والغاز يتبادر إلى ذهنك عزيز الطالب أول استخدام من استخدامات النفط ومشتقاته وهي التدفئة إذن نستخدمه للتدفئة وعندما نذكر البنزين فيتبادر إلى ذهنك تحريك وسائل النقل المختلفة إذن الاستخدام الآخر هو تحريك وسائل النقل المختلفة مثل السيارات ويدخل أيضا في صناعة البلاستيك والأدوية والملابس ويستخدم أيضا في الزراعة إذ أنه ينتج بعض الأسمدة إذن يدخل في إنتاج بعض الأسمدة وله استخدام آخر وهو توليد الكهرباء إذن للنفط ومشتقاته استخدامات عديدة ذكرنا خمسة منها ولكن عزيزي الطالب نستخدم النفط بشكل كبير جدا في هذه البيئة ولكن ما أثر النفط على البيئة سوف نتعرف على هذا السؤال في الدرس اللاحق استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته